بدوره قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضايا المصرية شريف صدقي خلال مدخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر ان القاهرة ان القمر حورس اثنين تم بنائه في اطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين واضاف صدقي ان القمر الجديد يعد من مجموعة الاقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد والتي يجري تطويرها من خلال مشاركة كاملة من فريق من خبراء مصريين وخبراء صينيين